مع مرور عام كامل على منح البرلمان ثقة لحكومة محمد الشاع السوداني بعد انسحب تيير الصدري من العمل السياسي ومنح القوى المناوئة له فرصة تشكيل الحكومة كاحتجاج على منعه من تشكيل حكومة الأغلبية التي أراد منها تشكيل جبهتين سياسيتين كبيرتين الأولى تتمثل بالحكومة والأخرى تتمثل بالمعارضة ويوجه نواب في البرلمان صعوبات بمحاولات استجواب وزراء حكومة السوداني بسبب استنادهم إلى أحزابهم المتنفذة فيما تحدث بعض النواب المستقلين إلى والنيوز عن طبيعة عملية الاستجواب وما يرافقها من إجراءات روتينية وما يترتب عليها من تداعيات قد تطال النائب نفسه في تقاطع الاستجواب مع إرادة رئيس الكتلة أو الحزب وفي أغلب الأحوال تواجه الاستجوابات صعوبة في قضية التمرير كونها تعتمد على طبيعة المستجوب والأسئلة الموجهة والتأثير الحزبي ويتبع الوزراء في الحكومة الحالية إلى أحزاب وكتل سياسية وبالتأكيد هذه الأحزاب والكتل عبر أعضائها واللجان التي ترأسها لها تأثير مباشر في قضية التعاطي مع موضوع تأخير وتعطيل استجواب وزرائها وأن طبيعة الملفات وخاصيتها سواء على جانب الفساد المالي أو الفشل الإداري هي من تحدد نجاح الاستجواب ووقعه أو فشله أيضا كون استجوابهم يعد مستحيلا بسبب عائدية الوزراء إلى الكتل المتنافذة في الإطار التنسيقي وأن التصويت على أي إقالة لأي وزير من هؤلاء غير ممكن بسبب النفوذ الحزبي الذي يمثل عقبة كبيرة أمام العمل الرقابي